السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامج iCAD VR Render معكم عمر سليم البرنامج فتح سأقول لك الاختصارات الموجودة دلوقتي لو أريد أن أخرج برا المبنى ممكن أن أدوس على البقرة وأبدأ أحرك حتى نتحرك دلوقتي جو بالليل كما أنتم شاهدين فأريد أن نغير الجو نخش على Environment ونقدر نغير الساعة ساعة 8 بالليل تقدر تغير تقدر تغير تقدر تغير الـ Coordination تقدر تغير الوقت الـ Coord تمام هو أن واحد 6 تقدر تغير التاريخ زي ما أريد تقدر تغير الشمال تقدر تغير كلاود السحب تقليلها أو تقطرها زي ما أريد الـ Wizard وزار ممكن أن نستمتع كده فيه شوية وزار أنا دستي نرى تقليل فبيجيب لي شوية اختيارات ممكن تدالي تعنصر معين أو تعمل ومثلا لو أنت حابب أن تعمل العناصر اللي أنت مختارها لو جينا نبص فوق هنلاقي الـ Wireframe كده نشاهد كل العناصر هنا الـ Shadow هنا الـ Conceptual هنا Retracing كان فيه Render هنا الـ Grid أنا لغيت الـ Grid حيث أنه ما تدقنيش Modify لو أنت عايز تتعدل أي عنصر مع عنصر تعمل على Select وتحرقه عندك أدوات التحريكيات موجودة ممكن تختار Object الـ Project فده العناصر الموجودة ده المبنى اللي نحطناها وده الـ 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 Point Cloud اللي حكونا عملناها الفيديو اللي فات ده هنا الـ Lighting تقدر تضيف أي مصدر الـ 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 ركز هنا ، طبعاً ده هيبان أكتر الـ الـ Nardi لما يكون مثلاً مغيرين الوقت نرجع ثاني بالليل هتبدأ لانهار تظهر معنا طيب لو احنا عايزين ناخد صورة مثلا تقدر تخلي الصورة بالشكل دوت بقول دي مثلا في شوية مؤسرات موجودة تقدر تحكم فيلد وفيو خلينا نغير الوقت وبعد كده نرجع للكاميرا الفوكال لينس اللي بتاعت العدسة الليكسي بوجر تقدر تفتح وتغمى المشهد زي ما انت عايز طيب انت عايز الصورة تاخد مثلا واحد الواحد ولا استشرف تسعة زي ما انت عايز وبعد كده تسمي بقى اسم استي اسم ها وتقول له انا عايزة مثلا هاي عايز الارتوشنا ديه وتقول له ستارت رندر فيبدأ اياملك رندر للصورة اللي انت عايزة اشتركوا في القناة